من منا لا يراوده هاجس التقدم في العمر وما يصحب ذلك من أمراض قد تقعد الشخص وتعيده ضعيفاً لا حول له ولا قوة الخرف أحد أمراض الشيخوخة الثقيلة التي ينوء بحملها ليس الأسرة فحسب بل الحكومات أيضاً وهو ما جعل محاولة اكتشاف أسبابه وطرق الوقاية منه أحد أكبر التحديات التي تشغل بال مؤسسات البحث الطبية ففي بريطانيا وحدها يوجد نحو 840 ألف مسن ومسنة مصابون بالمرض والأرقام في ازدياد العلماء عجزوا عن تحديد السبب الرئيسي للمرض ولكن في دراسة أجريت على نحو 1400 شخص تجاوز الخامسة والستين من عمرهم واستمرت سبع سنوات أخضع المسنون خلالها لأنماط معينة من الغذاء ولتمارين عقلية كالقراءة وراقب الباحثون القدرات الإدراكية للمسنين التي تشير إلى احتمال إصابتهم بالخرف التقارير أفادت أن الإدراك العقلي للمسن تغير بشكل كبير الدلائل أشارت إلى أن عوامل معينة قد تزيد أو تلقص فرص الإصابة به مما يثير التساؤل عن أيها عظم تأثيرا أول تلك العوامل التعليم والقراءة لفترات متكررة يوميا إذ لاحظ الباحثون أن الأشخاص الذين يقضون وقتا أقل في القراءة معرضون للإصابة بالخرف بنسبة 18% أكثر من المواضبين عليها وأن الاكتئاب ومشاعر الإحباط لها أثر عكسي على القدرات الذهنية للمسن مرض السكري أيضا له أثر سلبي على الذاكرة وغيرها من المهارات العقلية بينما أن الحرص على أكل الخضار والفواكه الطازجة يفيد في مكافحة المرض ومنع الإصابة به هذا التقرير وغيره من الأبحاث أثار كبيرة فبالرغم أن اتباع تلك النصائح قد لا يمنع المرض إلا أنه قد يمكننا على الأقل من خفض عدد الأشخاص الذين يصابون به في بريطانيا بنسبة 10% سنويا أي ما يعادل نحو 10 ألاف شخص كل سنة وهذا عدد كبير لكن تغيير أسلوب الحياة قد يكون صعبا بذل مزيد من الجهد لمنع الإصابة بالخرف أصبح قضية حيوية في سلم أولويات قطاع الصحة العامة لذا فإن رحلة البحث عن علاج للمرض ستتواصل خليل لببد بي بي سي